السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسباب وجود مخاطف البراز عند الاطفال. وجود مخاطف البراز عند الاطفال ده بيسبب الى للآباء والامهات لانهم بيعتقدوا ان طفلهم عنده مكروف في البطن او طفيليات. وده بيضطروا من هم يشتروا مطاهرات زي الفلاجيل والانتنال من الصيدلية. لكن الموضوع غير كده خالص. في اسباب كتيرة لوجود المخاطف براز الطفل. ممكن الاسباب دي تكون طبيعية وممكن تكون مرضية. الاسباب المرضية زي حسية الالبان وحسية الاطعمة او وجود عدوى بكتيرية او فيروسية او وجود اسهال او امراض اخرى. هناخد في الفيديو ده ايه اسباب آآ وجود المخاطف البراز وازاي نعالج الموضوع ده. انا الدكتور حزم رجب استشارة تبرا اطفال تابعوني. ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو ده ياريت تعملوا اشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا اللي جاية. المخاطط طبيعيا الامعاء بتكونوا وبتفرزوا في على الجدار بتاعها عشان يحمي الجدار الامعاء كمان بيسهل عملية هضم الطعام. كمان ان هو بيسهل خروج البراز من الامعاء الى فتحة الشرك. فالموضوع طبيعيا ممكن شوية مخاط ينزله. شوية المخاط ده ينزلوا مع البراز وتبقى كميتهم قليلة وبسيطة. كده ما فيش مشكلة مدام ما فيش اعراض تانية. اما لو البراز نزل بكميات كبيرة او ظهر مع وجود المخاط اه اعراض زي الاسهال زي الماص شديد زي السخونية زي البراز المدمم. هنا نبتدي نقلق ولازم نستشير الطبيب. هناخد دلوقتي اسباب وجود المخاط في البراز. اول حاجة اللي هو الاسهال. الاسهال ده عبارة عن براس سائل ومتكرر على مدار اليوم. ففيه ناس تقول لك طب ما هو الطفل الرضيع بيعمل او معظم اطفالنا الرضع بيعملوا براس سائل وكميات اه متكررة وكميات كبيرة شوية. طب هنعرف ازاي ازا كان ده اسهال ولا براس طبيعي. هنفرق ازاي? اول حاجة الاسهال المرضي هو حالة تغيير في الوضع الطبيعي للبراز. يعني طفل متعاود ان هو يعمل براس سائل شوية وكميات متكررة. ممكن فجأة الكميات دي تبقى كتيرة وسائلة اكتر. وكمان الطفل معها هيبقى عصبي وبيبكي على طول وعنده مغس وعنده حرقات عصبية جديدة ما كانش بيعملها. هنا نشك ان البراز السائل ده لا برا اسهال. البراز السائل ده اسهال مرضي. ويكون سبب مسلا ممكن يكون عدوى بكتيرية او عدوى بيروسية او حسية اطعمة وحسية قلبان. كمان الاسهال المرضي هتلاقي على الطفل اعراض جفاف. اعراض جفاف دي زي اه هتلاقي اه لسان الطفل ناشف الدموع بتاعته قليلة. البول بتاعه قليل. البول بتاعه اصفر داكن شوية الجلد بتاعهم كرمش. فتحة الينفوخ خطة لتحت. عينيه دخل الجوه. فلو لقينا الاعراض دي لازم نستشير الطبيعي. احنا قلنا اسباب الاسهال هتبقى حاجة عدوى بكتيرية او عدوى فيروسية او مشاكل في التغذية او حسية اطعمة او حسية قلبان. معظم الاسهال بيروح لوحده ما بيعملش مشاكل. لكن اه الطفل اللازم في حالة وجود اسهال لازم يشرب سوائل كتير. اما الاطفال اللي هي بترضع فلازم ناكد على الام انها ترضع رضاعة كتيرة ومتكررة. السبب التاني اللي بيعمل اه مخاطف البراز اللي هو الحساسية وتغيير عادات التغذية. بنلاحظ في الامهات ان اللي هي بتغير او بتدخل لنفسها اكل جديد او البان جديدة ممكن تلاقي الطفل ظهر عنده اسهال او وجود في المخاطف. هنا بنشك ان الطفل عنده حساسية او عنده تحاسس من الاكل اللي الام اكلته. كمان الطفل لو غير اللبن بتاعه من الطبيعي الى الصناعي فممكن يحصل له حسية من الالبان الجديدة دي. كمان الطفل لما بيدخله الاكل الصلبة عند اربع لستة شهور وده وقت في طعم الطفل لو دخلنا له اكل جديد ممكن يحصل تغيرات في البراز بتاعه ممكن يحصل اسهال ممكن يحصل وجود مخاطف. هنا بنشك ان الطفل عنده حسية من الاكل الجديد اللي دخله. كمان الاطفال اللي هي بتغير نوع اللبن الصناعي فجأة ممكن يحصل لها تغير في قوام البراز بس ده بيعد بضعة ايام بسيطة وما بيبقاش في تأثير عن الوزن ولا في اسهال شديد. السبب اللي بعد كده اللي هو تغيير بسبب اللبن الطبيعي. يعني فيه اطفال بتشهب لبن طبيعي وبتبقى صحتهم كويسة بس ممكن تلاقي في البراز في مخاط. ده بيحصل لو الطفل غير طريقة الرضاعة. زي الاطفال اللي هم فجأة بقى يرضعوا كميات بسيطة من سدر وينقلوا على السدر التاني يرضعوا كميات بسيطة. دول بيرضعوا الجزء الامامي اه من اللبن اللي هو اسمه الفورملك. الفورملك ده ده مقدمة اللبن اللي بينزل من الصدر الام. فلو الطفل خده الفورملك ده اه اه بتلاقي طعمه حلو وبتلاقيه خفيف. وده لانه مليام سكريات. فلو الطفل خد الكمية دي وماكملش الصدر الاخر. وبيتنقل على الصدر التاني وبرضو بياخد الكمية الامامية اللي اسمها الفورملك. فده هيعمل البراز مليان سكريات. وهيخليه مراغي. وهتلاقي فيه آآ مخاطة. اما لو الطفل صبر على لما يخلص الصدر فيه بيجي بعد الفورملك حاجة اسمها الهند ملك. والهند ملك ده فيها غزة ودهون. وده بيخلي القوام البراز طبيعي. طب احنا نعمل ايه يا دكتور بننصح الام نخليها تردع طفلها آآ من صدر واحد لغاية لما ينهي اللبن اللي فيه او يخلص او اللبن اللي فيه يفضل. بعد كده يتنقل على الصدر التاني برضو يخلصه. السبب الرابع اللي بيعمل آآ مخاط فيه البراز اللي هو الامساك. وتلاقي الطفل بيعيط او بيحزق ساعة عمل البراز وتلاقي البراز كده قطعة متحجرة. وتلاقي ممكن معها آآ جرح او آآ سور بيبقى فيها دم. ده نتيجة لان البراز ونائنس بيجرح في فتحة الشرج. فهو نازل برضو بياخد معاه شوية مخاط. السبب الخامس اللي بيعمل المخاط في البراز اللي هو البراز الدهني. والبراز الدهني ده بيبقى كميته كبيرة جدا ورائحة ونفازة ومليان رغاوي. وده خطر لان ازبابه بتبقى خطيرة وفيها امراض في الجهاز العظم. من ضمن الامراض اللي بتعمل براز دهني آآ او بتسبب براز دهني اللي هي امراض الكبد وامراض البنكرياس. وفي امراض اللي هي عدم انتصاص العناصر الغذائية. طيب. السؤال بقى بيقول امتى نقلق من المخاط لو موجود في براز الطفل يا دكتور. لو الكمية بسيطة والطفل حالته كويسة ومس سخنه ومعندوش جفاف ولا بيخص في الهاتف مفيش قلق. اما لو الكمية كبيرة وفي حرارة او في دم او في اسهال وعنده عراج جفاف او لو الطفل اقل من خم من ثلاث شهور كده بنقلق ولازم نستشير الطبيل. ياريت يكون الفيديو فاتكه في موضوع البراز اللي فيه مخاط شكرا